السلام عليكم ومرحبا بكم شكرا جزيلا جميع الأمهات والأباء اللي كي تفعلوا معايا مرحبا بلا مدي مرحبا بكم على قناة Epsilon Physique معكم أسادة زينة.7 وليوم نشوف تحولات الفيزيائية في الفيديو السابق تكلمنا على التحولات الكيميائية اليوم إن شاء الله نشوف تحولات الفيزيائية والفرق ما بين les transformations chimiques et les transformations physiques avant de parler d'une transformation il faut comprendre de quoi est composée une matière la matière contient des molécules ou des atom يعني أن الماء تكون من جزيئات أو من دارات إما تكون جزيئات و جزيئات فهم عبارة عن دارات مرتبة بينتهم كما تلا من الماء فكي تكون جزيئات H2 كما تكون جزيئات تحتوي على ضرات من الهيدروجين وضرات من الأكسيجين أو مثلا قطعة من الألومنيوم فهي تحتوي على ضرات الألومنيوم أولا تتكلمنا على ضرات أو الجزيئات كما نتهم أن المادة هي عبارة عن مجموعة من نسميهم دي بارتوكول مثلا أو الدقائق بعمل الدقائق سفاء عمك تسوى جزيئات أو ضرار فكتتواجد في واحد الترتيب معين فكتكون في واحد الترتيب معين وجدت متقاربة فيما بينها فهنا كتكون ليا المادة الصلبة نعرف أن المادة توجد ثلاث حالات الصلبة السائلة والغازية إذا نفهموا لماذا الحالة الصلبة عندها الخاصائص مثلا لما يمتازن يوجد ثلاث حالات ويوجد ثلاث حالات ويوجد ثلاث حالات ويوجد ثلاث تحلص السبب هو أن كما تكون بالصفل العديد من الجنب الغباء للمستقبل الإجتماعات من الجنب الغباء ويمكني Senseيسي من المستقبل الثانيه مرمو الأولى كما رحشان التالي يفيدون أن النبوي في لكن يتعادل كما يتحققون في الفقال الأولى يجب أن تغير شكلها ويجب أن يستطيع أن تغير فكرة يمكنهم أن يجب أن يضغطوا على النظام ويجب أن تضغطوا على الغازات يمكن أن تحرقوا فيما بينهم يعني أن البرتكول يلسط الأن على الأسئلة ويجب أن يكون لديهم ويجب أن يكون الأسئلة مل حالة صلبة ولكن أكتار مل حالة رازية et finalement l'état gazeux où on voit qu'il n'y a pas de forme déterminée ni de volume défini et le gaz a l'approprié d'être compressible ou décompressible ça veut dire qu'on peut soit le compresser ou le détendre l'explication est que les particules ne sont pas liées entre elles et se déplacent rapidement les unes par rapport aux autres et peut-être qu'il y a des ob adjustments بين التقائق وهما في حرية تامة يمكنهم تحركوا بكل أريحية من هنا مقدرون نفهموا سيكون ترانسوماشان فيزيك لترانسوماشان فيزيك سواء موديفكاشن دولا فورم يعني أن هناك تغيير في الشكل مثلا اخذت واحد كان عندي واحد الشكل معين وغيرته غيرته بلا ما نغيره كتلة ولا ما ضفت عليه من قسمنا غير هذا الشكل غيرته أولا قمت باندي ورقة فيشيزات واحدة فهذاكي تسمى تغيير الشكل سيكون موديفكاشن دولا فورم وامر موديفكاشن دولا فورم وجاء كور أعد بأضيحية يتم وشيش لديك في التقائق وموديفكاشنه كستهولة سواء كنبيم أو يتم وديفكاشن حدسوم التقائق لنطور لديك في زالة فيزيك يعني تم غير الحالة الفزيئة المادة يجب حالة الافزيئة المادة ت Reachel000 المغفلة إليها على المثالة الهندية في مكان جحولها البنز للاح فللحه كبين termزيئ بلحب ملائك و aideم تبديوه لحوصايا تبديوه السبباتاتية ومن ثم المستخدمات الدكتوراتية ما هيكيشفتة في الأشياء السبباتاتية ومترجع المستخدمات إضافة نفس الديغرب لنظر أن تكون كم تكون لديكيشفتة في أولا تدريبا على التنميزة الأولى أنه يكون الفيزيائية للمادة هناك منحفاظ للكتلة وأيضاً منحفاظ لنوع الضرات وعدد الضرات إذا كتلاحنا بالحالة الصلبة والحالة السائلة والحالة الغازية فعدد الضرات لم يتغير وكتلة الدقائق لم تتغير وطبيعة الدقائق أيضاً لا تتغير يعني أننا كتلاحفاظ لنفس العنصر الكيميائي نوعاً وعدداً وآخر شيء يمكننا قوله هو أن يمكننا مشو من الحالة الصلبة للحالة السائلة والحالة الغازية ونعود نرجع لأي حالة بغينا من الحالة الغازية قدر نرجع لحالة السائلة أو الصلبة يعني أننا يمكننا مشو في جميع الاتجاهات وبالثالي فهذه التحولات يوقع في المنحيين أننا كتلاحف في المنحيين يمكننا نحو التغير في البيانه يمكننا التقطع من الإذ حيلياً إلى جيدة الطيق من المنحيين فرينا حول أن نحو التغير في المنحيين فإن كتلاحف فرنا نعم وضو لحياً ف westalحناше يمكننا ان stickerه لح tiومون إذا ل tulee رهيتم نعمًا في المنحيين يمكن هذه حالة الإجم Hod рتثاه كلها مرة من الضراتم ثاني لحلي 하게 ص tau que toute transformation physique de l'état liquide à l'état solide est accompagnée d'une augmentation du volume tout en gardant la même masse regardez par exemple à gauche il y a un volume du liquide qui est égal à 1 litre alors qu'à droite le volume du liquide est devenu égal à 1,09 litre ça veut dire que le volume a augmenté بمعنى ان كتلة المادة لا تتغير خلال التحول من الحالة السائلة الى الحالة الصلبة بخلاف ان الحجم يرتفع هذا السبب لا ننصح بوضع قررام الزجاج في المجمد لهذا السبب لان لان يكون الماء في الحالة السائلة يأخذ حجم معين ولكن لان يمر من الحالة السائلة الى الحالة الصلبة ف يرتفع الحجم وبالتالي هذا الارصفاء الحجم يطبق واحد الضغط على القررام لان تقررام الزجاج يسوف يشور كاتشوك باركاند سيلي اباس دي بلاستيك كاللحدو ان الشكل ديالها كي تغير كاللحدو ان الشكل ديالها كي تغير كاللقاو كي ديان بامبا مثلا كي تنفر ملتحت او لا كي يوقع تشوو في القررام البلاستيكية نتيجة ارتفاع الحجم واضح؟ إذن تذكرو ان المادة خلال التحول من الحالة السائلة الى الحالة الصلبة فاكا جميعنا سحوباب لرصفاء في الحجم أي من أن الكتلاك لاتتغير passons à un rappel au niveau de la transformation chimique même si j'ai déjà posté une vidéo qui explique la transformation chimique c'est quoi une transformation chimique d'abord il faut avoir des réactifs d'accord يعني متفاعلين qui vont يتفعله خلال التفاعل الكيمية التفاعل الكيمية كان عبر عليه معادلة لهذا الشكل متفاعلين كانوا d'abînéshom علامة زائد et même si on s'estime la transformation chimique on a un réarrangement des atomes on garde le même nombre d'atomes le même type d'atomes sauf que le réarrangement change pour donner un autre produit c'est un autre élément chimique qui est différent des deux premiers qui s'appelle le dioxyde de carbone on dit que lors d'une transformation chimique il y a conservation de masse il y a une koutelette la masse des réactifs est égale à la masse des produits il y a aussi conservation du nombre de particules carbone à l'état initial carbone à l'état final deux oxygènes à l'état initial ça veut dire parmi les réactifs et aussi deux oxygènes à l'état final parmi les produits mais la transformation chimique c'est une transformation irréversible on ne peut pas passer des produits vers les réactifs dans ce cas il y a une transformation chimique c'est une transformation chimique c'est une transformation chimique c'est une transformation chimique c'est une transformation qui passe des réactifs pour trouver des produits qui sont totalement différents des réactifs c'est une transformation chimique c'est une transformation chimique qui est unیاquable c'est une transformation chimique c'est le 햇isé il y ahein- Blue et à l' przew weill il y a sûre que ceが la transformation notre physique c'est une transformation chimique qu'est-on providing la transformation chimique qui est un élève يعني في الحالات الثلاثة اللي عنا في الأسفل فالعنصر الكيميائي هو الماء أشدوزو نفس الجزيئات ولكن في المرة الأولى qui compte في الحالة الصلبة من بعد كما الحالة السائلة من بعد في الحالة الغازية mais c'est toujours la même espèce chimique الآن يجب أن تفعل المختلفة بين الحالة الصلبة والماء نحضر مثلاً لهم اليسار لدينا قطعة السكر وعنصر كاسم الماء حركنا جيداً لذلك نحصل على خليط خليط متجانس لفهل الماء والسكر ولكن ما يمكن أن نحصل على السكر بحضور لا تفعل المختلفة وكما ييننا قطعة السكر الهترى نحل نحن العن patches بحضور حين قطعة السكر في الحالة والشكلية لكن علينا دخل الص contributions ولكن لما تبح самое ايضاً ومن يجب أن نیجب أن تكون جيداً ولا تجدة إذا وجنتبر الجزيز مع الحالة الصغيرة L'eau c'est un solvant et on obtient un mélange. Mais si on fait évaporer l'eau, on peut récupérer le sucre. Donc effectivement, il s'agit d'une transformation physique. Et c'est une transformation réversible qui peut se faire dans les deux sens. Quand il s'agit d'une photosynthèse, une plante qui absorbe le dioxygène, l'eau et sous l'effet du soleil. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle fait ce qu'on appelle la photosynthèse. Elle donne le dioxygène. Alors, qu'il y a un phoenix qui va comprendre ce qu'il y aura. Elle n'est pas un hydrante. 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 Et elle n'est pas un hydrante. Et elle n'est pas un hydrante. Les deux démarches. On inspire le dioxygène. Et on expire le CO2. Le dioxygène inspiré. يساعدون بس يساعدون بس يساعدون بس يدعون بس وضوات يحضرون بس يوميكوه يستخدمه نتخلص مجيزة يستخدمه نتخلص مفرسل أحب جزيز هذا كله إذاكتبت أن تتخلص لكي تتخلص محتجم أكثر من تتخلصات وآتبت لكي تنسيح و أعلم ومترجم وإلا توجدوا أكبر اشتركوا في القناة